المهم إنسى هذا كله تذكر شيئاً واحداً تحقيق المسألة أن أخذ الميثاق أياً كان الميثاق هذا أو هذا ليس حجة بمجرده انتهينا والجميل جداً وهذه ضربة كبيرة أن ثلة من العلماء اللي شوية شوية عندهم نوع من الضيق في المسألة ممن لا يعذرون في مسائل الكفر بالجهل ستقول لي فيه فيه لسأل في علماء لا يعذرون بالجهل الجهل عندهم لا يوجد عذر عجيب لم يستشهدوا بالميثاق في عدم العذار لأنهم لم يروا في الميثاق حجة تقطع العذر بفضل الله تهمتوا قولي؟ هذا مهم جداً جداً ومنهم مشايخ الدعوة النجدية أتباع عبدالوهاب لم يروا في الميثاق حجة تقطع العذر مع أنهم اللي يعنيهم أنا لا يعذرون بالجهل لكنهم فهموا الآية فهماً دقيقاً عرفوا ويضربون وجوه الآخرين بآية الميثاق غلط مش أمان علمية هذه خلصنا موضوع الميثاق جداً من وراء النص وفي مساره نسير وبضوئه نتضوأ وإلى معقله نعقل لنقول المقررات العامة لا يُجدل فيها الله لا يغفر أن يشرك به انتهينا هل تدخل هذه تحت موضوع خلف الوعيد؟ هذا ما سأتلوه عليكم في الجمعة المقبلة موضوع إن الله لا يغفر أن يشرك به لا يدخل في خضية إخلاف الوعيد الممدوح عند العقلاء والممدوح عند أهل السنة لا يدخل ليش؟ سوف نفيد في هذا في الجمعة المقبلة إن شاء الله محاطة الجمعة المقبلة لا يدخل ولذلك نفرع ونقول من مات مشركاً ولقي الله مشركاً أو كافراً ولم يقم له عذر عند الله نحن نقطع بأنه من أهل النار والعياذ بالله انتهينا الله أقل هذا ستقول لي ما شأن هذا العذر الذي يمكن أن يقوم له؟ أقول لك شأن وسيع أوسع مما ظنت الأمة ومما أظن وتظن بصراحة أما الضيق الذي صار لي أكامعه ضيق الأشاعر مذهبي وأهلي وعزوتي وخبيلتي العقتي إنجاز التعبير هذا الضيق لا أرتضيه ولا أطمئن به نفساً ولا عقلاً والله العظيم أو عندنا الكافر غير الجاحد وغير المعاند على النار مثله مثل الجاحد المعاند لا يغنيه عند الله شيء ولا يوفيده شيء لا 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 الله الله خليكم ورددنا على أدلتهم وشوفنا الأدلة بعتهم ظواهر لا تفيد ما ذهبوا إليه بصراحة حتى ولا من بعيد بصراحة ولا من بعيد وبأخذهم وجمودهم أو وقوفهم عند حدود هذه الظواهر أهدروا ظواهر أخرى كثيرة تدخل في ماذا؟ في رحمة الله وعده وتلتأم بالفطرة السليمة والعقل تقول القوي منه آه الله صح مصبوطي أخي أهدروها وسكتوا عنها وحكوا الإجماع وأنا ربما لعلي أكون شققت طريقاً ونهجت نهجة الآن وفي أثري يسير آخرون أنا متأكد طبعاً هكذا تبدأ للمسائل سيأتي من هو أحذق مني سيأتي من يلتفت إلى الشائل من التفت إليه أنا يعزز هذه النظرية يجيب عليهم وأنا سأكون من أسعد الناس بهذا لأنه كله في اتجاه ماذا؟ استوساع رحمة الله تبارك وتعالى هذا شيء جميل ومطلوب بإذن الله تبارك وتعالى